الجامعة الافتراضية السورية كتاب أصول التنفيذ الدكتور جمال الدين مكناس الوحدة التعليمية الثالثة الدرس الثاني يغطي هذا التسجيل الصفحات من 44 إلى 59 تقدمت مبادر الضوء بصوت هيثم رسلان الفقر الثامنة النفاذ المعجل أولا تعريفه تنص المادة 289 من قانون أصول المحاكمات على أنه 1 لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ معجل منصوصا عليه بالقانون أو محكوما به 2 لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة وبموجب هذا النص فإن الأحكام القابلة للإستئناف لا يجوز تنفيذها جيب هذا النص فإن الأحكام القابلة للإستئناف لا يجوز تنفيذها ما لم تصبح نهائية كما أشرنا سابقا ولكن ثمت حالات أجاز معها القانون للمحكوم له أن يقوم بتنفيذ الحكم فيها سواء استئنف أم لم يستئنف بعض ولا يزال ميعاد الاستئناف ساريا وهذه الحالات هي حالات النفاذ المعجل وسمي كذلك لأنه شروط التنفيذ ويسميه الفرنسيون التنفيذ المؤقت على اعتبار أنه معرض للزوال أو التوقف إذا ألغي الحكم بعد الطعن فيه مما تقدم يمكننا تعريف النفاذ المعجل بأنه منحة تساعد المحكوم له على تنفيذ حكمه رغم قابليته للطعن فيه بطريق الاستئناف أو الطعن فيه فعلا بهذا الطريق ويمكن أن نحدد الأسباب التي دعت المشرع لتطبيق أحكام النفاذ المعجل بما يلي واحد احتمال تأييد الحكم في حال الطعن فيه لأن سند المحكوم له قوي أو لأن مركز المحكوم عليه الظاهر ضعيف اثنان الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوة مستعجلة مما يقتضي تنفيذ الحكم الصادر فيها بصورة فورية وإلا فقد الغرض الذي صدر الحكم المستعجل من أجله ثلاثة أن يكون المحكوم خاص في حقوقهم كالأحكام الصادرة لأداء أجور العمال أو الخدم وفي دعاوى الحيازة ونشير إلى أن الفقرة الثانية من المادة 289 أصول أنفة الذكر نصت على أن الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية على اختلاف أنواعها غير مشمولة بالنفاذ المعجل إطلاقا ولا يجوز تنفيذها ما لم تصبح مكتسبة للدرجة القطعية وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبة التي تتضمنها هذه الأحكام لا يجوز تنفيذها ما لم تكتسب الدرجة القطعية ثانيا حالات النفاذ المعجل حدد المشرع حالات النفاذ المعجل بأحكام المواد 290 حتى 295 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهي حالات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها كما أن أحكام النفاذ المعجل لا يجوز لصاحب الحق فيه أن يتنازل عنه كأن يتفق الطرفان على عدم تنفيذ الحكم النافذ معجلا قبل اكتسابه قوة القضية المقضية وانتظار حيازته ذلك ويمكن تقسيم النفاذ المعجل إلى نفاذ معجل بحكم القانون ونفاذ معجل بحكم المحكمة 1- النفاذ المعجل بحكم القانون عددت المادة 290 من قانون أصول المحاكمات حالات النفاذ المعجل بقوة القانون وحصرتها بالتالي النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال التالية ألف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة باء الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه وعليه فهناك حالتان للنفاذ المعجل بحكم القانون تستمدان صفتهما من نص القانون دون محاجة لطلب النفاذ من المدعي أو لصدور حكم من المحكمة به ألف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة تعد الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة قابلة للتنفيذ فوراً بحكم القانون أي أن كانت المحكمة التي أصدرتها وبالتالي لا تقتصر هذه الصفة على الأحكام التي يبت فيها القضاء المستعجل فحسب بل جميع القرارات الصادرة في المواد المستعجلة بطبيعتها أي أن طبيعة هذه القرارات تقضي بتنفيذها وعدم تعليق ذلك على مرور مهل الطعن فيها منها القرار الصادر بتعين حارس قضائي المحكمة الأساس وليس عن القضاء المستعجل غير أنه يتمتع بالنفاذ المعجل بسبب طبيعة الموضوع الصادر فيه المستعجل فإنه يمنح القوة التنفيذية بمجرد صدوره ذلك لأنه يتضمن الحكم بأمر مستعجل وقد يضر المحكوم له من الانتظار حتى اكتسابه قوة القضية المقضية ويجوز للقاضي أن يقرر إلزام المحكوم له تقديم كفالة إذا خشي إصابة المحكوم عليه بضرر من جراء النفاذ المعجل وعندئذ لا يكون القرار قابل للتنفيذ الفوري إلا بعد تقديم كفالة باء الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الصيانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه تعد جميع الأحكام الصادرة بهذا الصدد صالحة للتنفيذ الفوري أي أن كانت المحكمة مصدرة الحكم أكانت شرعية روحية بداية بالنسبة للأجانب وقد قرر المشرع إعطاء صفة النفاذ المعجل لهذه الأحكام نظرا لأهمية الموضوعات التي قد قضت بها وعلاقتها بنظام الأسرة وكيانها ولأن في تأخير تنفيذها ضررا كبيرا يلحق بمن صدرت لمصلحته وبنظام المجتمع نفسه ويقصد بأحكام النفقة هنا النفقة الواجب قانونا بسبب القرابة أو الزوجية أو المثبتة لاتفاقات حدثت بين أصحاب المصلحة حول موضوعها ونشير هنا إلى أن الأحكام القاضية بشهر الإفلاس لها صفة النفاذ المعجل بسبب أهمية النتائج التي تترتب عليه وهو النفاذ المستمد من حكم المحكمة أي منصوصا عليه في الحكم نفسه ولا تقرره المحكمة إلا بناء على طلب صاحب المصلحة سواء في استدعاء الدعوة أو في مذكرة لاحقة أو على ضبط الجلسة وعلى المحكمة أن تعلل الأسباب التي دعتها إلى تشميل التعليل جديا وقانونيا تحت طائلة إلغائه هامش المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ويجب أن يطلب صاحب المصلحة النفاذ المعجل أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يحق له أن يطلبه أمام محكمة الاستئناف لأنه يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إثارتها لأول مرة مادة 338 أصول ومن جهة أخرى ليس للمحاكم الحرية المطلقة في إعطاء أحكامها صفة النفاذ المعجل سواء بكفالة أم بدونها إذ إن ذلك لا يكون إلا في حالات معينة نصت عليها المواد 291 و292 و293 من قانون الأصول ويمكن تقسيم هذه الحالات إلى حالات نفاذ معجل وجوبي وحالات نفاذ معجل جوازي ألف النفاذ المعجل الوجوبي بحكم المحكمة وبموجبه يقع على عاتق القاضي أن يقرر النفاذ المعجل بناء على طلب صاحب المصلحة ودون أن تكون له أي سلطة تقديرية وهو إما أن يكون بكفالة أو بدونها أولاً حالات النفاذ المعجل الوجوبية بدون كفالة واحد إذا كان المحكم عليه قد أقر بالالتزام ويكون ذلك عندما يقر المدعى عليه أمام القاضي وأثناء النظر بالدعوة ويشترط أن تتوافر فيه جميع شروط الإقرار القضائي المنصوص عنها في قانون البينات هامش المادة 96 وما بعدها من قانون البينات وفي هذه الحالة يتوجب على المحكمة الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة إذا ما طلب المدعي من المحكمة ذلك إثنان إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعم فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند ومثال ذلك الحكم الذي يقضي بإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بعد صدور حكم سابق قضى بصحة عقد المبيع وتثبيته ومنها إلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري ثلاثة إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي لم يطعم فيه بالتزوير وكان المحكم عليه طرفاً في هذا السند ثانياً مشمولاً بالنفاذ المعجل ولكن ترك لها حرية تقدير فرض الكفالة على الطرف الذي طلب النفاذ المعجل وهذه الحالات هي واحد إذا كان الحكم مؤجر بإجراء إصلاحات عاجرة في العين المؤجرة اثنان إذا كان الحكم يقضي بتقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة ومنها نفقة الأقارب وهي نفقة واجبة أما النفقة التي تقررها المحكمة في انتظار الحكم نهائياً كالنفقة المقررة للمتضرر من حديث سير وليس له معيل وذلك من أجل معالجته فتعد نفقة مؤقتة ثلاثة إذا كان الحكم يتعلق بأجور الخدم والصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين باء النفاذ المعجل الجوازي في هذا النوع من النفاذ المعجل يعود للقاضي أمر تقريره دون ما رقابة من مرجع آخر وذلك لأن أمر تقريره يتعلق بحالات قد لا تتوافر فيها علة النفاذ المعجل بالنسبة للمحكمة في قضية دون أخرى ويعود للمحكمة أن تلزم المحكومة له بتقديم الكفالة أو بدونها وقد حدد المشرح حالات النفاذ المعجل الجوازي وذلك في نص المادة 293 أصول والتي تضمنت حالتين اثنتين فقط الحالة الأولى إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه وعلة النفاذ المعجل هنا قوة لمركز المحكوم له المبني على السند العادي كدليلا من أدلة الثبوت مادام لم ينكر توقيع من التزم به أو يدعي بتزويره الحالة الثانية إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة دعاوى الحيازة هي دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة وهي بأنواعها الثلاثة منعها المشرع صفة التنفيذ المعجل لما تقتضيه ظروفها من وجوب التعجيل برد الاعتداء الذي جرى القانون على رده في هذه الدعاوى حفظا للوضع القائم وللمحكمة أن تجعل حكمها بناء على الطلب مشمولا بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها أو أن ترفض الطلب بذلك ثالثا الأحكام المشتركة لحالات النفاذ المعجل وضع المشرع ضمانات للمحكم عليه في حالات النفاذ المعجل من شأنها حمايته بقدر الإمكان من الأضرار التي يمكن أن تصيبه بسببه في حال ألغي الحكم عند الطانبه وهذه الضمانات تتمثل في إلزام المحكم له بتقديم كفالة وذلك في الحالات التي أوجب أو سمح الشارع بتقديمها ويعود أمر تقدير الكفالة إلى المحكمة فقد تكون كفالة شخصية أو نقضية أو مصرفية أو عقارية على أن الضمان الأكبر الذي وضعه المشرع وبموجب أحكام المادة 294 أصول المتضمن سلطة المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن الوارد على الحكم سلطة توقيفه أو إلغائه أو تعديله إذا وجدت مبررا لذلك وعليه فإن المحكمة التي تقرر ذلك قد تكون محكمة الاستئناف أو محكمة النقض يحق للمستأنف أن يطلب وقف النفاذ المعجل في استدعاء الاستئناف أو في مذكرة لاحقة دون التقيض بتقديم الطلب خلال المهلة ويعود تقدير الأمر إلى محكمة الاستئناف التي تلاحظ الضرر الجسيم الذي يمكن أن يلحق بالمحكم عليه من جراء التنفيذ وأمكانية إلغاء الحكم في أساس النزاع في المستقبل كما يكون ذلك عندما يتبين لمحكمة الاستئناف أن الشرائط القانونية غير متوفرة للحكم بالنفاذ المعجل أو أن الحكم بالنفاذ المعجل استند على غير مقتض القانون ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تعدل قرار الحكم بالنفاذ المعجل كما لو كان النفاذ المعجل محكوما به رقاء كفالة والقانون يوجب الحكم بدون كفالة حكمة الاستئناف في موضوع النفاذ المعجل فبإمكانها أن تبت فيه بمعزل عن الحكم النهائي في الأساس أو أن تقرر إرجاءه إلى ذلك الحكم وإن مجرد استئناف القرار معجل التنفيذ لا يقف تنفيذه ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الطعن بوقفه ويكون ذلك في جلسة علنية وبعد الشروع في الدعوة الاستئنافية والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ لا يقيد المحكمة عند نظر الطعن في الموضوع وفقا لأحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة مذاكرة وقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر وتداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي زين لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك وبما أن تنفيذ الحكم قد يلحق ضررا بالمحكم عليه فقد جرى التعامل القضائي في حالة تقديم الطعن وطلب وقف التنفيذ عن طريق المحكمة مصدرة الحكم النهائي أن يبرز المحكم عليه بيانا من ديوان هذه المحكمة عن الطعن وطلب وقف التنفيذ المرافق لها فيعمد رئيس التنفيذ بناء على طلب المحكم عليه منحه مهلة تسمى بالمهلة الإدارية تتراوح بين عشرين يوما إلى الشهرين لإبراز قرار محكمة النقد بوقف التنفيذ على أن تأخير التنفيذ مؤقتا لا يحول دون طلب المحكم له وقيام الدائرة بإجراءات تحفظية كالحجز على أموال المحكم عليه المنقولة مثلا أي أن تأخير التنفيذ يقتصر فقط على وقف إجراءات البيع مؤقتا وليس في هذا ضرر يلحق بالمحكم له ثلاثة بالبيع مؤقتا وليس في هذا ضرر يلحق بالمحكم له ثلاثة أثر قرار وقف التنفيذ إذا صدر قرار عن محكمة الاستئناف أو النقد يتضمن وقف تنفيذ الحكم فما أثر هذا القرار على إجراءات التنفيذ التي بوشر بها ولم تنتهي الأصل أن قرار وقف التنفيذ غير صالح للتنفيذ إذا ما نفذ الحكم بشكل نهائي ولا يمكن القول بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ لأن هذا الأمر لا يكون إلا نتيجة لصدور حكم بإلغاء قرار المحكم المضعون فيه أصلا ولأن الحكم يتعلق بوقف التنفيذ فقط وجوابا على تساؤلنا فقد ذهب بعضهم إلى القول بأن الحكم بوقف التنفيذ يقضي بإلغاء جميع الإجراءات التي بوشر بها بالاستناد إلى الحكم الموقوفي تنفيذه وذلك لأن حكم وقف التنفيذ يتعلق باله غير صالح لهذا التنفيذ المعجل ولا علاقة له بالإجراءات التنفيذية حتى يقال بأنه يتوجه التنفيذ عند التنفيذ اعتبارا من النقطة التي وصلت إليها هذه الإجراءات على أن اجتهاد محاكم الاستئناف قد استقر على أن وقف التنفيذ لا يشمل سوى الإجراءات التي لم تتم رابعا أثر تنفيذ الحكم معجل النفاذ على الغير نصة المادة 295 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل من قبل من أزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك الأصل وفقا لمبدأ نسبية الأحكام أن تنفيذ الأحكام وشمولها مختصن على الأطراف والمحكومين في الحكم ولا تشمل الغير إلى أن المشرع أجازل بموجب المادة 295 الآن فالذكر الغير إلى أن المشرع أجازل بموجب المادة 295 الآن فالذكر تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل من قبل الغير الذي لا علاقة له بطرفي الدعوة وبمعنى آخر فالنفاذ المعجل يمكن أن يشمل كل من ألزم بموجبه بفعل أمر أو أداء شيء ولو لم يكن خصما في أصل الدعوة ويقصد بالغير من لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوة وغير ممثل فيها ولا يعود تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بأي ضرر أو منفعة عليه كالحارس القضائي أو الوديع أو المدينة المحجوزة لديه فهو لا يتوجب عليهم القيام بتنفيذ الحكم إلا بقدر ما تمليه عليهم صفتهم أو وظيفتهم أو صلتهم بالخصوم وذلك بتسليم الأموال أو بفعل أمر معين ينص عليه الحكم خامسا أثر إلغاء الحكم المقتنم بالنفاذ المعجل في أساس الحق برد الدعوة أو بفسخ أو إلغاء الحكم المستندي إليه بالتنفيذ فإن ذلك يقتضي وقف التنفيذ الذي بدأ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبر صدور الحكم دون محاجة إلى حكم جديد يقضي بإعادة الحال لأن قرار الفسخ أو الإلغاء هنا يعتبر بمثابة السند التنفيذي لإعادة الحال إلى وضعها السابق جعل المشرع القرارات النوع الثاني من الأسناد التنفيذية ولكن ما هو قصد المشرع بهذه القرارات؟ هل هو تكرير لكلمة الأحكام باعتبارنا أننا نستعمل عادة كلمة قرار بدل الحكم وذلك للدلالة عليه؟ استمرارا لما كان مستخدم سابقا في قانون الإجراء العثماني لو رجعنا إلى قانون المرافعات المصري القديم لو وجدنا أن المشرع السوري أخذ عنه المادة 457 الفق الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية ولو وجدنا أن كلمة أوامر بدلت في النص السوري بكلمة قرارات ونعتقد أن المشرع المصري استخدم تعبير الأوامر ترجمة للتعبير الفرنسي أوردوناس والأوامر في مفهوم القانون المصري تعني القرارات التي يصدرها القضاط في قضاء الولاية دون دعوة الطرفين وإجراء المحاكمة وهذه الأوامر لا تصدر بصورة حكم ولا تتخذ شكله وليست لها قوة القضية المقضية ولكنها مع ذلك تكون واجبة التنفيذ كالأحكام بمعرفة التنفيذ وأبرز هذه الأوامر الأوامر التي تصدر على عرائب أو الاستدعاء في الأحوال التي يمكن لأحد الطرفين طلب استصدار قرار على الاستدعاء ومنها أيضا في مصر أوامر وفاء الديون الصغيرة وتسمى بأوامر الأداء وكذلك أيضا أوامر تقدير مصارف الدعوة وأتعاب الخبير والرسوم القضائية إلى آخره وكل من هذه الأوامر يعتبر سندا تنفيذيا بمجرد صدورها لأنها واجبة النفاذ بقوة القانون بغير كفالة ما لم ينصف الأمر على وجوب تقديم كفالة لو بحثنا في ما هي هذه القرارات أو الأوامر بالنسبة لتشريعنا السوري لو وجدنا أن تحصيل الديون الثابتة بالكتابة يتم عن طريق دائرة التنفيذ التي لا توجب إصدار أي قرار من أي محكمة بالأداء كما أن أوامر أو قرارات التقدير تدخل في مفهوم الأحكام العامة أو في مفهوم الأحكام الإعدادية التي تختص بإصدارها وتنفيذها المحكمة المختصة ولا تخضع للطعن إلا مع الطعن في الحكم النهائي قد يتراء لبعضهم بأن المقصودة من هذه القرارات تلك التي تصدرها المحكمة بناء على مراجعة الخصم واستدعائه للحكم وبمصارف الدعوة أو أتعاب المحامة أو تعويضات الخبرة فيما إذا كانت المحكمة أغفلت عن الحكم بها في الحكم النهائي سهلت المحكمة عن الحكم بتقدير تعويض الخبير فإن من حقه أن يتقدم إلى نفس المحكمة فإن من حقه أن يتقدم إلى نفس المحكمة بعد حسم الدعوة باستدعاء يطلب فيه صرف هذا التعويض وتقرر المحكمة هذا الصرف من السلفة المدفوعة سلفاً عن هذه التعويضات والقرار المتخذ لا يمس بالحكم النهائي ولا يؤثر فيه وهو ينفذ من قبل المحكمة فوراً وليس من قبل دائرة التنفيذ أما ما عدى ذلك مما يتناول تلافي السهو الواقع في الحكم النهائي فإن الأمر يتعلق بتصحيح الأحكام وتفسيرها وأصول الطعن في القرارات المتعلقة بها المواد 214 وما بعدها من قانون الأصول وإذا سهت المحكمة عن الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فليحق لها إصدار قرار جديد على الاستدعاء وعلى صاحب العلاقة رفو دعوة جديدة أمام ذات المحكمة فليحق لها إصدار قرار جديد على الاستدعاء وعلى صاحب العلاقة رفو دعوة جديدة أمام ذات المحكمة إذا لم يطعم بالحكم المادة 218 أصول اعتبر المشرع العقود الرسمية سندات تنفيذية يمكن تنفيذها دون ما حاجة لمراجعة القضاء للحصول على حكم بالحق موضوع السند ويحق للمنفذ ضده أن يلجأ إلى محكمة الأساس منازعا في هذا التنفيذ إما لسبب يتعلق بانقضاء الحق موضوع السند بأحد أسباب انقضاء الالتزام أو لسبب يتعلق ببطلان العقد نفسه بأحد أسباب البطلان أو مدعيا تزويره تعريف العقد الرسمي عرفت المادة الخامسة من قانون البينات الأسناد الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة تبقى للأوضاع القانونية وفي حده أو ما تلقاه من ذوي الشأن وعليه فإن العقود أو الأسناد الرسمية المقصودة بالفقرة الثانية من المادة 273 أصول هي تلك التي تكون بنص القانون قابلة للتنفيذ مباشرة في دائرة التنفيذ إضافة إلى اقتراض أن المدينة ضمن قبل بمنح صاحب الحق سندا تنفيذيا يعفيه من إقامة الدعوة بمضمونه أمام القضاء عند تنظيم هذا العقد بشكل رسمي ولكن هل كل سند رسميا قابلا لأن يكون قابلا للتنفيذ في دائرة التنفيذ؟ لا شك أن المشرع قصد من عبارة العقود الرسمية تلك التي تتضمن تعهدات أو التزامات تعاقدية قابلة للتنفيذ وبذلك لا تكون ضبوط المحاكم ومحتوياتها رغم أنها في ذاتها سندات رسمية أسناد الرسمية تقبل التنفيذ في دائرة التنفيذ بهذا الوصف أنواع العقود طبقا لتعريف السند الرسمي الوارد المادة الخامسة منه يمكن اعتبار أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل وعقود الرهن العقاري ورهن المركبات الآلية وغيرها أسنادا تنفيذية الفقرات الحادية عشر الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ اعتبر المشرع بعض الأوراق والسندات العادية أو الموثقة ذات قوة تنفيذية والدافع الذي حمل المشرع على إعطائها هذه الصفة يعود إلى طابع السرع الذي تتصف به طبيعة الدين التي لا تحتمل التأخير وانتظار صدور حكم في الأساس ومثالها جداول الأجور المستحقة للعمال المسرحين وإما إلى عدم الحاجة بتكريف الدائم برفع دعوة والاستحصال على حكم فيها لأن احتمال معارضة المدين في التنفيذ المباشر ضعيفة كما هو الحال في تحصيل الديون الثابتة بالكتابة عندما يكون محلها نقودا مستحقة الأداء وسنأتي على دراستها بصورة مفسرع أفرد لها بابا خاصا في قانون الأصول الفقرة الثانية عشر الأحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية مبدأ المعاملة بالمثل نصة المادة 306 من قانون أصول المحاكمات أن الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه يتضح من هذا النص أن الشرط الأساسي لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي هو شرط المعاملة بالمثل والمقصود في تقدير المعاملة بالمثل ليس الشكلية التي لا تؤثر في القوة التنفيذية للحكم أو الإجراءات التنظيمية أو المحكمة المختصة في البلد الأجنبي وإنما العبرة لمبدأ القبول بالتنفيذ وقيود هذا القبول المحكمة المختصة لإكساء الحكم صيغة التنفيذ ولكي ينفذ الحكم الأجنبي لا بد من إكسائه صيغة التنفيذ والمحكمة المختصة بذلك هي محكمة البداية المدنية بغض النظر عن المحكمة مصدرته سواء أصدر عن محكمة مدنية أم تجارية أم جزائية في موضوع الحق الشخصي هذا عن الأختصاص النوعي أما بالنسبة للأختصاص المحلي فالمحكمة المختصة هي المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها المادة 207 أصول وتنظر محكمة البداية بالدعوة كباقي الدعوة بحضور الطرفين الذين صدر الحكم بحقهما أو بعد دعوتهما أصولا ولا تعتبر الدعوة من الدعوة المستعجرة لعدم وجود نص يعطيها هذه الصفة وإن كان يستحسن أن تفصل على وجه السرعة نظرا لأن الغاية من إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التمهيد للتنفيذ على المال الموجود في سوريا والتنفيذ بحد ذاته يحمل طابع السرعة في اقتضاء الحق لتنفيذ الأحكام الأجنبية في الواقع يكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ بعد أن تتحقق المحكمة من توفر شروط موضوعية نصت عليها المادة 308 من قانون أصول المحاكمات وهي 1- أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون ذلك البلد وينظر في ذلك إلى قواعد الأختصاص المتعلق بالنظام العام وكذلك لا يعطى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ إذا كان الأختصاص قد عقد للمحاكم السورية بموجب اتفاق بين الطرفين وأصدرت المحكمة الأجنبية حكمها ولم تعتد بالاتفاق 2- أن يكون الحكم قد حاز قوة القضية المقضية وفقا لقانون البلد الذي صدر عنه وذلك لأن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب التي شابت الحكم الأجنبي على أن لا تصل إلى درجة عدم الحكم ثمثلوا تمثيلا صحيحا في الدعوة وذلك مراعاة لحق الدفاع بأن يكون من صدر الحكم بحقه قد ممكن من إبداء جميع دفوعه 4- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية وهذا تطبيق لمبدأ السيادة الذي يقضي بأن يضحى بالحكم الأجنبي عند احترام الحكم الصادر عن المحاكم الوطنية ولأن تعارضه مع الحكم الوطني يعد مخالفا للنظام العام في بلد القاضي المطلوب منه التنفيذ 5- أن لا يتضمن الحكم ما يخالف الآذاب العام والنظام العام في سوريا ويستند هذا الشرط على أن النظام العام والآداب العام يقومان على أمور تتعلق بكيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي كأن يكون الحكم الأجنبي لا يتضمن أسباب البتة بحيث يجعل من المتعذر على القاضي السوري مراقبة هذا الحكم أو أن يقضي الحكم الأجنبي بتعويضا للخليلة بسبب المعاشرة فلا يمكن إعطاؤه صيغة التنفيذ لمخالفته للآداب العام في القانون السوري الذي لا يرتب أي حق لها عن هذه المعاشرة ونشير هنا إلى أنه يحق للقاضي الوطني أن يحكم بإكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ في جزء أو شق منه دون شق آخر لمخالفته أحد هذه الشروط ويستثنى من مبدأ إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ الأحكام التي لا تتضمن إلزاما كالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال المدنية والأهلية كالحكم بالطلاق أو بالبنوة أو بتعيين وصيا أو قيم إلى آخره أحكام المحكمين الأجنبية يخضع إكساءها صيغة التنفيذ إلى نفس الشروط التي قضع على قانون التحكيم رقم 4 لعام 2006 والتي تختص بإكسائها صيغة التنفيذ محكمة الاستئناف المدنية مع ملاحظة أنه بعد انضمام سوريا إلى اتفاقية نيويورك في 10-6-1958 حول الاعتراف في أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها والتي تقضي بعدم جواز إخضاع تنفيذ الأحكام المذكورة إلى شروط أشد وإلى نفقات أعلى من التي تترتب على الأحكام الوطنية وتطبيقا لهذه القاعدة أضحى إكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ يصدر عن رئيس المحكمة المختصة أصلا لفصل النزاع بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ويقل أصول المستعجلة وقراره في ذلك يقبل الاستئناف فقط لا الطعن بالنقد ولا تستوفى عنه سوى رسوم الدعا والمستعجلة الأسناد الرسمية الأجنبية بالرجوع إلى نص المادة 310 من قانون أصول نص المادة 310 من قانون أصول المحاكمات نجد أن المشرع قد أجاز تنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة ضمن بلد أجنبي كالأحكام وذلك بعد تحقق بمبدأ المعاملة بالمثل والحصول على الحكم بالتنفيذ من محكمة البداية المدنية تقدم إليها كدعوى إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ ويترتب على المحكمة أن تتحقق من توافر الشرط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام والأذاب العام في سوريا ونشير إلى أن القواعد التي نص عليها المشرع بأن تنفيذ الأحكام والأسناد التنفيذية في سوريا لا يعمل بها في حال وجود معاهدات أو اتفاقيات قضائية معقودة بين سوريا وغيرها من الدول المادة 311 أصول ويقتضي في حال وجودها العمل بها هذا وقد عقدت سوريا العديد من الاتفاقيات الأجنبية في هذا القضائي المعقود بين سوريا ولبنان عام 1951 والمعدل عام 1996 والاتفاق القضائي المعقود بين سوريا والأردن عام 1953 واتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية عام 1953 والمصدق بالقانون رقم مائة وخمس وخمسين تاريخ سبع وعشرين اثنى عشر ألف وتسعمائة وخمس وخمسين الفقرة الثالثة عشر أسئلة تفاعلية اختر الإجابة الصحيحة واحد تكون للأحكام صفة النفاذ المعجل بحكم القانون ألف إذا صدرت في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها باء إذا كان الحكم قد صدر في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الخصوم يجب على سند الرسمي لم يطعم فيه بالتزوير دال إذا صدر في إلزام الزوجة بإعادة الأشياء المنزلية الجواب الصحيح هو الخيار ألف اثنان يجب على القاضي الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة عندما ألف يقر المدعى عليه بالدعوة وبدون طلب من المدعي باء يصدر الحكم تنفيذيا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية جيم يكون الحكم متعلقا بسند رسميا قابل للتنفيذ ولو ثبت تزويره دال كافة الأجوبة السابقة صحيحة الإجابة الصحيحة هي الخيار باء ثلاثة النفاذ المعجل الجوازي ألف يقضي به القاضي عندما يلزمه القانون بذلك باء يقرره القاضي إذا كان الحكم يقضي بإجراء إصلاحات عاجلة جيم بالمحكمة أن تقرره بكفالة أو بدونها حسب الأحوال وبناء على الطلب دال تقرره المحكمة دائما بكفالة إذا كان موضوع الدعوة منع معارضة من ملكية أي يتعلق بأصل الحق والجواب الصحيح هو الخيار جيم ترجمة نانسي قنقر شكرا